هم كلمتين وبس وعشر أسئلة عن مصر للطيران الشركة الرائدة عالميا سابع شركة طيران على مستوى العالم لما تأسست سنة 32 من أكتر من 90 سنة وهي أكبر تاني أكبر ناقل جوي في قرى السمراء بعد جنوب أفريقيا تصنيفها منذ سنوات طويلة 3 نجوم من 5 ودايما معايير التصنيف بتبقى جودة مطار جودة منتجات علاماتنا الطيارة خدمة موظفين وسائل راحة تقدم تكنولوجي بيئة العمل نفسها معدلات الأمن والأمان والسلامة معدل انتظام الرحلات معدلات تخلف الحقائب وغيرها كتير كتير من التقييم للأداء في حالات الاريجيولاريتز أي قصور الأداء والديليز وخلافه موضوع الخروج من قائمة أفضل 100 شركة في التصنيف العالمي لسكايتراكس مع تراكم ديون واستمرار خسائر شهرية تقريبا 700-800 ألف دولار وتقريبا مجمل خسائر حوالي مليار وربع دولار أمريكي كل دا كلام تقليدي ومعروف اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم هو مصر للطيران ليها معايير حقيقية مطبقة داخلها وبتحترم نتايجها ولما النتايج تقول إن إحنا في حالة فشل كبير هل بيسمح إن النتايج تقول كده وهل بينصط لنتايج مراقبة الأداء ومراقبة جودة الأداء داخل الشركة هل بيتم الاعتراف بحجم الفشل ولا لازم حد من برة أجنبي بعينين خضرة يقول لنا إن إحنا وحشين أو إن إحنا كويسين ليه بنعترف برأي الآخر فينا وبنعترفش برأي أبناء الشركة في الشركة نفسها وليه كل مرة ودايما يحصل الاتهام من قيادة الشركة لأبناء الشركة إن أنتم مقصرين واللي مش عاجبوا يروح وليه دايما أبناء الشركة يقولوا لقيادتها المشكلة فيكم أنتم أنتم مش عارفين تدروها حضراتكم الموضوع بسيط هو إحنا بنعمل إيه في كرة القدم بنجيب حكم أجنبي ومدرب أجنبي ومدير فني أجنبي وبنجيب لعيبة أجانب مع اللعيبة الوطنيين إحنا لازم نعترف إن إحنا محتاجين في جميع قطاعات الشركة بشركاء استراتيجيين والكلام ده كان كل ما حد يقوله من أكتر من عشرين سنة يقال إنه خاين وعميل وإنه مش فاهم ولما يتقال من أكتر من خمستاشر سنة لازم جزء من الشركة يتباع ويتسيل لشريك استراتيجي ويخش معانا صفوة من رجال الأعمال والقيادات المتميزة في عالم الطيران للمشاركة في قيادة الشركة يرفض تماما ويقال دي خيانة الكلام ده عيب الكلام ده ما يصحش هتقوله شركة طيران في العالم أو أي مؤسسة خدمية ما بيتباعش جزء منها لحصول على سيولة للتطوير والتحديث إيه هو كم الخيانة أو مقداره هنا إيه مدى التابو والخوف والرعب اللي موجود داخل الجميع في منقشة أمور زي دي أمال إحنا إزاي بناخد وإزاي بناخد وإزاي بناخد الكلام ده كله في الهوى وكلام جميل وحبرة على ورق تنفيذه ممنوع أن يتنفذ ممنوع أنك تتكلم فيه حتى ممنوع أنك تفكر وبالتالي كل اللي بيفكر ولو رأي غالبا مخالف لرأي القيادة حيتحول لمستشار فالسؤال فيه كم من أبناء الشركة ظهرت شبابها وخيرت أبنائها اتركا وعرف كم منهم أصبح أصبح مستشار واتركا وعرف وشكراً كده لغاية ما تطلع معاش بينما هم ظهرت شباب الشركة وأبنائها الأمناء عليها ولكن إحنا تعودنا إن إحنا نقول إن العيب في الشعب مش في القائد شكراً لحضرتكم شكراً لحضرتكم ترجمة نانسي قنقر شكراً لحضرتكم اشتركوا في القناة